ماذا بعد التكتيك العسكري الجديد لإسرائيل بقصف مخازن أسلحة لحزب الله ومن هو حسين علي حسين القيادي البارز الذي استادفته إسرائيل مؤخراً منحاً خطير تتجه إليه ورقة التوتر العسكرية بين الطرفين سيما بعد تصعيد ضربت به إسرائيل أكبر مستودعاً للذخيرة التابعة للحزب في البقاع شرق لبنان بعد ساعات من اغتيال القيادي حسين علي حسين مسؤول وحدة الصواريخ عبر استهداف سيارته في بلدة دير قانون رأس العين بالجنوب اللبنانية الصورة الأقرب إلى اندلاع حرب كما تهدد تل أبيب ضد حزب الله سيكون لها عواقب وخيمة بحسب المجتمع الدولي والذي من الممكن أن يعمق الصراع في المنطقة في الصورة المقابلة ومع إعلان الحرس الثوري الإيراني أن الرد على إسرائيل بعد اغتيال إسماعيل هنية قد يكون طويلاً وقد لا يشبه الرد الماضي الدلالة في تصريحات الحرس الثوري باتت في غرف الساسة الدوليين واضحة من حيث حذر إيران من اتخاذ خطوة قد تودي بحرب شاملة في المنطقة لكن في حسابات إسرائيل وحزب الله أن التوتر المتصاعد في جنوب لبنان وشمال إسرائيل ينذر بحرب قد تعيد حسابات أذرع إيران في المنطقة وهو ما ترى أطراف إقليمية وغربية أنها احتمالات خطيرة في حال تعنت إسرائيل بشن حرب على لبنان إذ قد تؤدي تلك التطورات المتوقعة إلى تدهور في المنطقة وفي مفاوضات التهديئة وصفقة التبادل للمحتجزين بين فصائل غزة وتل أبيب اشتركوا في القناة